تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بحضوري سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفحص البيطري لبطولة وينزر الدولية للفروسية التي ستشهد مشاركة الفريق الملكي بقيادة سموه مع نخبة فرسان العالم في ضواحي لندن البريطانية والتقى سموه مع فرسان الفريق الملكي بعد الفحص البيطري كما شهد إجراءات الفحص البيطري وعملية إجراءات وزن الفرسان وقاد سموه التدريب الأخير لفرسان الفريق الملكي حيث حرص على قيادة التدريب للوقوف على كامل الجاهزية للفريق قبل البطولة وسيقود سمو الشيخ ناصر بن حمد فرسان الفريق الملكي في سباق 160 كيلو متر الذي سيقام للمرة الأولى في بطولة وينتسور الدولية للفروسية حيث يأتي تنظيم السباق في إطار رؤية سموه الهادفة إلى مواصلة تطوير رياضة القدرة العالمية كما سيشارك فرسان الفريق الملكي في سباق 120 كيلو متر للعموم وسباق 120 كيلو متر للناشئين وسباق 100 كيلو متر وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن بطولة وينتسور الدولية للفروسية تعتبر من أهم البطولات السنوية التي يشارك فيها الفريق الملكي ودائما ما تشهد منافسة قوية ومفتوحة على تحقيق المراكز المتقدمة مبينا سموه أن الفريق يسعى دائما لتحقيق الأهداف والنتائج الإيجابية التي تؤكد مكانة القدرة البحرينية ومدى تطورها بفضل الرعاية التي تحظى بها من فارس المملكة الأول جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشار سمو الشيخ ناصر إلى أن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات قوية وتاريخية مع بريطانيا منذ سنوات طويلة وما زالت في تطور وازدهار بفضل اهتمامي ورؤية جلالة الملك المفدة وهو ما يساهم في حرص الفريق الملكي على المشاركة الإيجابية في هذه البطولة العريقة بعد أن سجلت المشاركات السابقة نتائج طيبة وإنجازات متنوعة في مختلف السباقات وقال سموه أننا ننظر لبطولة وينسور الدولية للفروسية بعين الاعتبار لتحقيق أهدافنا المرجوة حيث نأمل دائما أن يكون الفريق على منصات التتويج حيث أن النتائج الكبيرة التي تحققت في الفترة الماضية ستكون حافزا للفريق في مواصلة التألق على الساحة الأوروبية وتأكيد ما يتمتع به الفريق والقدرة البحرينية من إمكانيات عالية